اندلعت أعمال عنف في عاصمة جنوب إفريقيا على خلفية تسمية الحزب الحاكم مرشحا للانتخابات البلدية لم ترشح القواعد الحزبية في الأقاليم وقام محتجون بحرق حافلات وإشعال النيران في إطارات السيارات لغلق الطرق في بريتوريا بعد تسمية الحزب للوزير السابق ثوكو ديازا مرشحة لرئاسة بلدية شوان حيث تقع بريتوريا الناس غير راضين عن القرار الذي اتخذته الحكومة يجب عليهم أن يجلسوا ويعملوا على اتخاذ القرار السليم وحل جميع القضايا وإعادة السيد راما كوجوبا إلى المكان الذي ينتمي إليه هذا ويريد السكان المحليون إعادة رئيس البلدية الحالي كجو سينتسو راما كوجوبا إلى بطاقة الترشيح الخاصة بالحزب